هذه المناورات تعتبر الأكبر منذ أكثر من ثلاثة عقود في هذه المنطقة تحديدا شمال غرب إيران على الحدود مع أذربيجان وأرمينيا كان هناك انتقادات واضحة من الرئيس الأذري إلهام علييف لهذه المناورات في توقيتها وفي مكانها وقال بأن هذه المناورات لم تكن سابقا خلال العقود الثلاثة الماضية عندما لم تكن أذربيجان مسيطرة على هذه المناطق الحدودية وكانت هذه المناطق بيد أرمينيا بطبيعة الحال الأهداف الواضحة التي جاءت على لسان الساسة والعسكر هنا في إيران فيما يتعلق بهذه المناورات هي أنها رسالة إلى إسرائيل بالدرجة الأولى إيران تنتقد نفوذ إسرائيلي وتواجد إسرائيلي على الحدود بينها وبين أذربيجان في المناطق الأذربيجانية وتقول أن هذا التواجد الإسرائيلي يهدد الأمن القومي الإيراني مباشرة ترفضه بشكل واضح وتقول بأن هذه المناورات هي رسالة تحذيرية في هذا الإطار إذا لم يتم اتخاذ قرارات واضحة وإخراج هذه العناصر الإسرائيلية وأيضا العناصر التي تم استقدامها كما يقول العسكر هنا من عناصر تنظيم الدولة خلال الحرب بين أذربيجان وأرمينيا تم استقدام بعض العناصر من تنظيم الدولة إلى هذه المنطقة إذا لم يتم إخراج كل هؤلاء العناصر الإسرائيلية ومن تنظيم الدولة من المنطقة فسيكون لإيران الحق باتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الإطار هذا فيما يتعلق بالتهديد الأمني المباشر كما تصنفه إيران أما ما يتعلق بالأوضاع السياسية فإيران بطبيعة الحال تنتقد أيضا الدور التركي في هذا المجال ومحاولات تركيا فتح الكيريدور من تركيا وصولا إلى بحر قزوين عبر بعض التغييرات الجيوسياسية من نتائج الحرب التي حصلت حرب كارباخ بطبيعة الحال على الصعيد الثنائي أيضا هذه التغييرات الجغرافية التي أنتجتها حرب كارباخ قبل عام أدت إلى مشاكل ثنائية بين إيران وأذربيجان تتعلق بمرور الشاحنات التجارية إلى أرمينيا وأخذ السلطات الأذربيجانية ضرائب من الشاحنات الإيرانية وهذا ما لم يكن سابقا خلال العقود الماضية حتى أنه تم توقيف سائقين من سائقي الشاحنات الإيرانية وهذا ما دفع الخارجية الإيرانية إلى الانتقاد بشكل واضح خلال تسلم أوراق السفير الأذربيجاني الجديد يوم أمس تسلم أوراق اعتماده لدى طهران قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن المواقف الأذربيجانية مرفوضة بالكامل ولكن رغم كل هذا التصعيد وهذا التحرك العسكري في إطار المناورات تؤكد طهران بأن الحلول تبقى دبلوماسية في إطار التعاون بين إيران وأذربيجان كدولتين جارتين خاصة في ظل الامتدادات الديمغرافية لقومية الأذرية في إيران أربع محافظات مجاورة لدولة أذربيجان فيها أغلبية أذرية في إيران شكرا جزيلا لك حازم تلاس مراسلنا من طهران